لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي دارس اللغة الفرنسية ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن Le Colere Le Colere Le Colere بمعنى الالوان وان شاء الله هندرس الالوان هنا كصفة يعني ايه كصفة يعني بتصف الاسم وتيجي بعديه وليها مفرد مذكر ومفرد معنس وكمان ليها جمع طيب انا هنا اسمت الالوان لحوالي 3 مجموعات للتسهيل اول مجموعة عندي بتنتهي بحرف الـ بتنتهي بحرف الـ وديا مذكرها زي معنسها وهنشوف بعد كده مذكرها زي معنسها يعني ايه طيب هنمتق مع بعضينا الالوان روج 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 روز 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 جون 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 كمان مرة روج روز 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 جون جون روز روز جون روز روز أورانج بيج مارون أورانج بيج مارون مطبع يا جماعة مارون اللي هو اللون البني ده بيعتبر مذكره زي مؤنسه ما فيش تغيير ليه بالنسبة في المفرد المذكر والمفرد المؤنس أورانج بيج مارون بعد كده يا شباب المجموعة التانية من الألوان دي مجموعة لا تنتهي بحرف الأ يعني شكلها في المذكر غير شكلها في المؤنس علشان نأنس الكلمة بنضع لها حرف الأ وكمان بيغير من نطق الكلمة طيب نشوف أول لون عندي فير 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 ولما حط لي حرف الأ بيصبح فيرت فيرت يبقى فير فيرت فير فيرت بلو 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 غري غريز غري غريز غري غريز نواغ 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 من الأول تاني يا شباب فير فيرت بلو 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 غري غريز نواغ نواغ بعد كده المجموعة الثالثة من الألوان وديا مجموعة شازة يعني إيه شازة؟ يعني ما بنضيفش لها حرف الأ زي ما عملنا لا ده بنضيف لها ممكن يكون مقطع علشان خاطر يغير الكلمة لمؤنس طيب نشوف إزاي؟ أول لونة عندي بلو 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 علشان النسو بلونش 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 بلو بلونش طيب بعد كده فيولي فيولي علشان نسو بالأول تاني يا شباب بلو بلونش بلو بلونش فيولي فيوليت بلو بلونش فيولي فيوليت بعض الملحوظات الزغيرة على صفات الألوان أول حاجة عندي أن صفة اللون بتتبع الموصوف دائما يعني إيه الكلام ده يعني صفة اللون اللي بتيجي وراء الاسم وبتصفه بتتبعه في المذكر أو في المؤنس وبتتبعه برضو في الجامع أو في المفرد طيب أول مثال عندي بمعنى ألم أحمر طيب لو لاحظنا هنا أن كلمة أن ستيلو مفرد مذكر فبالتالي جبنا معاها كلمة روج في المفرد المذكر طيب المثال الثاني إن فواتيغ روج إن فواتيغ روج بمعنى سيارة أو عربية حمراء برضو كلمة إن فواتير في المفرد المؤنس وجبنا معاها كلمة روج في المفرد المؤنس طيب أنا جبت في المثالين كلمة روج ليه؟ علشان أبين لحضرتك أن كلمة روج منتهية بحرف الأ تنفع تمشي مع المفرد المذكر إن ستيلو وتنفع تمشي في المفرد المؤنس مع كلمة إن فواتيغ في المثال التالي يا شباب لستيلو إبلو لستيلو الألم إبلو بيكون أزرق أو لونه أزرق نلاحظ هنا في المثال ده إن كلمة لستيلو مفرد مذكر جات معاها صفة صفة بلو في المفرد المذكر طيب المثال اللي بعد كده لاشوميز إنواغ لاشوميز الأميص إنواغ بيكون لونه أصمر نلاحظ برضو في المثال ده إن لاشوميز مفرد مؤنس جات صفة لون معاها نواغ في المفرد المؤنس منتهية بحرف الأ يبقى كده عرفنا إن الصفة بتوصف الموصوف إزاي لو كان الموصوف مفرد مذكر فلابد إن الصفة تيجي بعديه في المفرد المذكر وإن كان الموصوف في المفرد المؤنس فلابد إن الصفة تيجي في المفرد المؤنس وطبعا عرفنا إن فيه ألوان بتمشي في المفرد المذكر والمفرد المؤنس اللي هي وانتهية بحرف الأ